ورغم تأكيد مقتل السنوار إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في غزة حيث أفد مراسل الحدث بتعرض عدد من المنازل في أحياء تل الهوى والزيتون ومخيم الشاطئ للقصف ليلا ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين هذا وأفد الدفاع المدني في غزة بانتشال جثث لعدد من الأطفال بعد قصف صاروخي طال حي النصر شمل غرب مدينة غزة اشتركوا في القناة